نور مبين جاء به الوحي الآمين أول من كان ميتا فاحيينا فاحيينا فهي عقل يدرك حقيقة حياة حمزة وحقيقة حياة سيدنا عمر عندما أسلمه فاحيينا فاحييناه هذا منشور حياتهم منشور قرآني أعظم ما يمكن أن ينشر في السماوات العلاء وفي العالم العلاء كلام الله أعظم ما ينشر القرآن وسط القرآن منشور حياة عمر وحمزة على وجه الخصوص ومن كان ميتا فاحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها يجب أن نسيقن هذه المعاني ونتطلع إلى هذه الحياة ونتطلبها ونصدق في تحصيلها وبذلك أن الحياة مصدرها العلم بما أوحي لهذا النبي والعمال بمجتضاه جاء قول سيدنا علي بن أبي طالب ما الفخر الله لأهل العلمي؟ إنهم على الهدى لمن استهدى أد الله وقدروا كل منهم ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلمي ففز بعلم تعيش حيا به أبدا أن الناس موتى وأهل العلمي أحياؤه وأراد بعض الأكياس أن يلفت نظر الناس إلى حقيقة الحياة وأن لا يغطروا بصورتها التي ليست بشيء وقال ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الحياة وقال الآخر وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسادهم قبل الجبور قبل أن يدخلهم في الجبر قد أجسادهم لك جبرة أرواحهم فيها ميتة حول ولا أبوه ها؟ يا حي أحينا بحبيبك الحي حياة طيبة نرقى بها في المراتب الرفيعة ثم جعل الله تعالى في الأمة تجديدات لهذه الحياة الحياة في العلم والمعرفة الحياة في السلوك والمسار والمسار والحياة في المدارك والبصائر وهبها سبحانه وتعالى واجعل حظ هذه الأمة منها وفيرا والحمد لله وكان ينادي من يتطلب الحياة في السلوك ويقول يا أحياء القلوب يرحمون موتها الله يحيي قلوبنا نور مبين جاء به الوحي الأمين نور مبين جاء به الوحي الأمين شكرا